لمكافحة العنف في الوسط المدرسي لا بد من إشراك فعال للأطفال دعوة أجمع عليها المشاركون في ندوة دولية نظمها بالرباط المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع العنف في الوسط المدرسي المعارف والسياسات والممارسات نقطة الضوء في هذه الندوة هو أن سمعنا للأطفال لديهم رؤية تاقيبة يعني أنهم هم الذين يعيشون في المدارس يعني من خلال تجربة المعاشرة هذه لم يكن هذه نقطة أساسية بالمناسبة تمت صيغة توصيات ملموسة لمكافحة العنف في الوسط المدرسي أول التوصيات دعت إلى تعزيز الوقاية عبر تلقين مهارات التواصل للجماعي والعاطفي وثانيها أكدت على تقديم المساعدة لضحايا العنف والشهود وإشراك مرتكب العنف في تبني سلوكيات سلمية وثالثها شددت على ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان تنفيذ برامج مكافحة العنف في الوسط المدرسي ورابعها دعت إلى تعزيز التعاون بين المدارس والأسر والمجتمع المدني والسلطات والجهة المتدخلة فيما طالبت التوصية الخامسة بجمع البيانات وتتبعها لتقييم فعالية البرامج المطبقة النقطة الأهم ليست في إصدار التوصيات لأننا نعرفها مسبقا الآن علينا التفكير في ترجمة هذه التوصيات إلى فعل ملموس كي لا تظل حبرا على ورق لحماية فعالة لجميع الأطفال ذكورا وإناثا في المدن وفي البوادي الندوة شهدت مشاركة خبراء من بلدان وخلفيات متنوعة منهم متخصصون في التعليم وحقوق الطفل وعلماء في الاجتماع والنفس وفاعلونا في المجتمع المدني إلى جانب مهني التربية والتعليم وممثل منظمات دولية